السيدة العقربي وسكر الماتري والجماعة تم جماعة قالوا والله العظيم أصلا مش صحيح كوني جماعة في الخانة الحمراء سيدة هاي 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 الخانة الحمراء هاي هارك للأحمر هارك للأحمر الخانة الحمراء يتسمى الخانة الحمراء كذلك يقول أنه بالنسبة لهؤلاء نحن عنا بطاقات مطالب تسليم وبطاقات جلب ومعناها صادر من لتربولدوني وبطاقات تسليم صادر من تونس وملفاتهم مستوفية كل معناها إجراءاتهم الشكلية والأصلية وأكبر ذلك أنه بالحسن حرم من حق في الجنة السياسية في قندا ومعزة رابلتي موقوف في إيطاليا على ذمة القضاء التونسي وإن شاء الله يتسلم في أقرب وقت والسيدة العقربي كيف داخل التركيا وتفتت لمساعينها في التعجيل بإيقافها غادرت تركيا منها في أول طائرة أعترضتها ونفس الشيء عمل الساخر المادري هذا يأجب نحن نقوم به أول حاجة عمناها كونا لجنة خاصة في وزارة العدل لتهتم بهذا الموضوع باش ما يذيعش وما يتوش معناها بين الأربقة وبالتعاون مع أزارة الخارجية وبالتعاون مع أزارة الداخلية الأنتربول قمنا ونقوم بمساعي نجحنا في جزء منها نحن الآن والحمد لله نجحنا في تفكيك شبكة الحسابات البنكية والمؤسسات البنكية اللي الناس هدوما كوناه في الخارج ونجحنا في كشف الكثير من الأملاك في الكثير من بلد العالم أملاك عقارات وأملاك منقولة بالتعاون بالتبيع مسؤولات القضية في طول البلدان ونجحنا في منع السزار لبعض منهم لقرارات نجو سياسية ونجحنا في إقاف بعض منهم على ذمة قضاء تونسي ما تحققه ونجحنا في تجميد بعض الأموال والحسابات في بعض البلدان من بينهم لبنان ما تحققه ليس بالحجم الذي نتوحوله أن نتوحوله أكثر ولكن أعتقد أننا منذ مدة وصلنا إلى النجاح في الإيحاطة بهذه الشبكة فالتعرف على كل تفاسيرها وكل ما نها المشاركين فيها من توانسة ومن غير توانسة وضعنا يد على الكثير من الملاك وإن شاء الله الأيام القادمة كيف تعززوا نتوم وثيقة الناس في القضاء وتعززوا ثيقة القضاء في الخارج في القضاء التونسي تم حاجة كثيرة برشا قاعدين تعملوا فيها مش كون فاقين بها قضاء الكندي كيف الفضل مطلب بنحسان ترابلسي في في اللجوة السياسية تعرف بش حيث حكمه حيث حكمه أن في تونس من الضمانات القضائية ما يكفي ليتم محكمة بن حسان ترابلسي محاكمة عالي ومحكمة تعقيب الإيطالية وحكمها وموجود نجيبهولكم كيف حيث تحكمها في إيقاف وتسليم مواجهة ترابلسي حيثت بما ثبت لديها من خلال الوثائق والحجاج لوسطها ومن خلال ما ينشر ومن خلال المعتيات التي وصلتها بأن القضاء التونسي يتوفر على حد أدنى من الاستقلالية التي تضمن محاكمة عادة للمعجزة ترابلسي اليوم الناس كلها تطعم في القضاء واليوم الناس كلها تشكك في مزدقية القضاء واليوم الناس كلها تنهش في القضاء وتنهش في القضاء هم مش معارفين كونوا هذه التصريحات وهذه المواقف ستكون حجة لدينا الناس هادومة لانتم طالب التسليم ستكون لهم حجة للإفلات من مطالب التسليم وستكون لهم حجة للتمتع بالجهود السياسي في هذه البلدان وستكون لهم حجة حتى يهرموكم يهرموا الشعب التونسي بأنهم يتموا حاكمتهم في تونس أمام القضاء الوطني نحن نخرب في بيوتنا بيدنا والغريب أنه التخريب يجي من ناس مسؤولين في الدولة هذه والغريب أنه التخريب يجي من مؤسسة سيادية في البلد هذه والغريب أنه التخريب يجي من ناس اللي هي مفروض تحرص أكثر من أي سنة آخر بل أنتم الذين يجب عليكم أن تحرصوا علينا وتنبهونا وتراقبونا وكيف نغلت ولا نسها تفائقونا وتقول لا رجباتك مش العكس نقول رانا في وضع اختير رجائن رجائن مش معناها نحن مش نكذبه ولا مش قوله كلها مش تحية لا يجب أن لا نتهم القضاء بما لسه فيه حتى لا تستغل تلك الاتهامات لفائدة ناس أن نحن نطمحوا إلى استرجاحهم ونطمحوا إلى استرجاح الأموال التي نهبوها وهذا في الحقيقة واجبنا الناس كل واجبنا جميعا